بعد أن حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن موعداً نهائياً للانسحاب من أفغانستان تشهد العديد من المدن تفجيرات واغتيالات بشكل شبه يومي تتهم فيه الحكومة الأفغانية حركة طالبان بالوقوف خلفها لبث الرعب في نفوس سكان المدن الكبرى تمهيداً لبسط السيطرة عليها بعد الانسحاب الأمريكي وعقب إعلان حركة طالبان وقف إطلاق النار في أفغانستان من أجل عطلة عيد الفطر أعلن مسؤولون أمنيون في الحكومة أن عناصر الحركة سيطروا على منطقة نرخ الرئيسية بولاية وردك الوسطى خارج العاصمة الأفغانية كابل المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان قال في تصريح صحفي إن القوات الحكومية انسحبت بشكل تكتيكي من مركز المنطقة والتي تعتبر بوابة للعاصمة كابل بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر حركة طالبان بدوري قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على التويتر إن الحركة قتلت وأسرت بعضا من أفراد قوات الأمن بعد السيطرة على المنطقة مضيفا أنها صادرت كميات كبيرة من السلاح والذخيرة ومنذ إعلان واشنطن خططها لسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 من أيلول سبتمبر القادم أعلنت الحكومة الأفغانية حالة من التأهب القصوى حيث يقول المسؤولون أن طالبان صعدت هجماتها في البلاد في أعقاب ذلك الإعلان وبدأت الولايات المتحدة رسميا في الأول من أيار الجاري بسحب جنودها من أفغانستان في عملية سيشكل انتهاؤها خاتمة حرب استمرت 20 عاما بالنسبة لواشنطن في بلد يرزح تحت السيطرة المتزايدة لحركة طالبان